مجزة بهم الأخبار من قناة عدن الفضائي أهلا بكم تبادل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع نظيره المغربية الدكتور سعد الدين الوثماني وجهت النظر حول عدد من القضاء والملفات ذات الاهتمام المشترك وفاقي مجالات التعاون القائمة بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطورها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبين الشقيقين كما جرى خلال اللقاء بالتقنية الاتصال المرئي استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والموقف الثابت للشقاف المملكة المغربية لدعم الحكومة الشرعية وشعب اليمني حتى استكمال إنهاء الانقلاب والسعادة الدولة سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدولية وناقش الجانبان آليات التفعيل العمل الثنائي المشترك في الفترة القادمة بما في ذلك استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية اليمنية المغربية وإمكانية تشكيل لجنة عليا مشتركة وتبادل الزيارات للاستفادة من الخبرات والتجربة المغربية في عدد من الجوانب لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين دانت توزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبشدة إطلاق الميليشة الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران زوارق أو زورق بحري مفخخ في البحر الأحمر وطائرة مسيرة بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة العربية السعودية التي تمكنت قوات التحارف العربي تحارف دعم الشرعية من اعتراضهما وتدميرهما صباح الجمعة وأكد بيان صادر عن الوزارة وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتأيد كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكل أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع تجمعات وآليات الميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظة حجة وأكدت مصادر عسكرية أن غارات جوية استهدفت عدة مواقع تجمعات وآليات حوثية في مدرية حرض الحدودية شمالي المحافظة وبحسب المصادر فإن الغارات أسفلت عن تدمير آليات قتالية علاوة على سقوط قتل وجرح من عناصر الميليشيا الإرهابية وكانت مقاتلات التحالف خلال الأيام الماضية قد نفذت عدة ضربات جوية استهدفت العديد من مواقع تجمعات الميليشيا المصنفة جماعة إرهابية في مواقع متفرقة من محافظة حجة اقتربت قوات الجيش الوطني والقبائل مسنودين بطلان التحالف العربي من أسوار مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بعد تقدمها من جبهتين نحو المدينة الاستراتيجية وتقدمت قوة الجيش والقبائل نحو الحزم عبر جبهتين الجدافر والأقشع مع استمرار المعارك في جبهات بئر المرازيق ووادي الخب فيما ساندت مقاتلات التحالف والتقدمات الأخيرة من خلال شنها سلسلة من الغراءة على تحركات حوثية في محيط الحزم أخرى في مناطق متفرقة من محافظة الجوف وتمكنت من تدمير آليات قتالية للميليشة الحوثية أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي محاولة تتصل الجديدة للميليشة الحوثية الإرهابية في مدرية حيس جنوب محافظة الحددة وأجبرتها على الانكسار والتراجع واندلعت الاشتباكات لأكثر من ساعتين غرب مدرية حيس بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة تمكن خلالها بطال القوات المشتركة من دحر عناصر الميليشة الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة حيث لقي عدد من عناصرها مصرعهم وأجرح آخرون فيما لاذا البقية بالفرارة شنت تمريشات الحوث المدعومة من إيران قصفا مكثفا استادفت خلاله منازل المواطنين شمال غربي محافظة الضالة وقالت مصادر محلية أن الميليشة الحوثية جددت عمليات القصف بشكل عشوائي مستادفة منازل المواطنين الآمنين متسببة بحالة من الخوف والهلع في الصفوف المدنيين وأضحت المصادر أن عددا من القذائف سقطت على منازل المواطنين في منطقة حجر غربي مدرية قعطبة ما خلف خسائر مادية وأضرارا بالمنازل والممتلكات نهاية الموجز أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة